المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هذه حلب قبل سلاس سنوات فقط كانت حلب من أكبر وأغنى المدن وأكثرها تقدما ليس في سوريا فقط بل وفي الشرق الأوسط شو مكتوب هون الله أكبر الله أكبر أسفر مزيل عزيزي الله لبيك 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 يا الله براءة المسلحين من رب العالم كتيبة غرباء الشام أسفر مزيل أسفر مزيل أسفر مزيل أسفر مزيل فحلب التي هي أقدم من روما كانت مكانا حميما جدا للأرمن ويقال أن بطل الأسطورة الشعبية الأرمنية الشهيرة طاويت الساسوني هو الذي بنى قلعة حلب الشهيرة وعلق سولجانه الضخم على أسوارها الشاهقة حياة أبناء الجالية الأرمنية التي كانت من أكثر الجاليات تنظيما أصبحت عبارة عن صراع يومي من أجل البقاء ومن أجل لقمة العيش ومن أجل السلام أنا دخلت لجوة بس ما قعدت على الكنباي بعد دائتين فتحت البواب وفجأة صار الانفجار وقعدت هون هات كله مع الأزاس وقعدت علي كيف قدرت أهرب ما بعرف كانت معجزة إني نفدت من هون بنفس الوقت كانوا الشباب عم بعيتولي ما كان إلي حيل رد عليهم أنا بالحقيقة كنت خايفة عليهم منيح كانوا رايحين وقال لها كل واحد منهم كانوا تشقفوا هذا الشارع المهجور جبهة هون بالليل وضع هون تكون كتير خطير كان يوم عيت ميلادي فقت الصباح كان في إلي مفاجئة الساعة سبعة وعشرة حسيت أنه شغلة وقعت عراسي شفت كل الغراض صاروا على الأرض شو هي؟ لوين دخلت؟ تلفنت لي بنت خالتي سألتني كيف قضيتي عيت ميلاديك التلها كانت بتجنن التلها بعمري ما قضيت هيك عيت ميلاد سألتني وين قضيتها التلها بعثولي هدية كتير حلوة حلب التي كانت عامرة بسكانها وتدب فيها الحياة أصبحت خالية بعد أن شردت الحرب أهلها منطقة الميدان المعروفة لدى الأرمن بنوركيوغ أصبحت مدمرة ومهجورة وموحشة وخالية من سكانها المعتادين هنا بالذات كنت تسمع بشكل يومي عبارات باللغة الأرمنية تهدمت جدران كنيسة مارجرجوس الأرمنية المعروفة بسورب كيبورك التي يعود بناؤها إلى قرون والتي كانت لعشرات السنين موقعا لتجمع أبناء الجالية أما مخطوطاتها الفريدة أصبحت ضحية لها بنار الحرب المشتعلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يحرس الأرمن الوقوف على الحيات لكن نيران الأسلحة وانفجار القنابل في أنحاء المدينة لا تميز بين قومية أو طائفة وأخرى الحرب السورية تحصد كل شهر حياة الآلاف أما عدد الضحايا في صفوف الأرمن فقد تخطت المئة نحن نتماشى هون بكل رايحة شايف كيف ضرب هونيك كمان أجت الغبر على الحيط الأخطر فيكين هايرابيديان هو أول أرمني استشهد في الحرب السورية ويؤدي واجبه في الجيش السوري لم يستغرق انتشار قبر استشهاده بين أبناء الطائفة الأرمنية إلا دقائق معدودة وهذه الفاجعة أجبرت الكثير من الأسر الأرمنية على التفكير الجدي بحزم حقائبها وترك البلاد قبل عام وصلت أسرة الشهيد فيكين إلى ييريفان تاركة وراءها في حلب أثمن ما تبقى لديها ألا وهو قبر الشهيد من بعد هالمصيبة اللي حلت علينا خسارتنا الكبيرة كانت استشهاد فيكين ما رتنا يبقوا أولادنا هون كانوا مقررين بس ما يتسرح أرمان من الجيش وقتها موسيس كان طبيب حكومي وكانت بتصير مشاكل كثيرة عندهم بشارع المشفى رتنا نطلع لأنه البقاء بحلب صارت خطرة بس قبر ابني ضال بحلب كنت حابة يكون قريبة منه إن وجود الشتات الأرماني وخاصة في الشرق الأوسط هو نتيجة لجريمة الإبادة المريعة التي نظمتها ونفذتها الدولة العثمانية عام 1915 فالمحطة الأولى لهجرة الأرمن كانت الصحارة السورية ومدن دير الزور وحلب ودمشق اضطر الأرمن الذين اضطهدوا من قبل السلطن العثمانية للنزوح إلى دير الزور حيث بدأوا حياة جديدة بعد الجحيم الذي عاشوا وهاهم اليوم يلاقون ثانية مصير أجدادهم ولكن هذه المرة بالهجرة إلى الوطن الأم كل يوم يصل مئات الأرمن إلى مطار زفارتنوت الدولي في ييرفان الدموع التي تغمر عيون الأرمن السوريين حينما تحط طائرتهم على الأرض الأرمنية ليست دموع الفرح بل هي دموع الحزن على فقدان مدينتهم العزيزة حلب أزواجنا تظلوا هونيك لازم يشتغلوا مشان نحن نقدر نعيش لحد اليوم كان الوضع منيح المشاكل كانت بالمناطق البعيدة الوضع عنا كان هادي بس اليوم كانت ضرب كتير كتير قوي كتير صعبة في شوفرية خصوصة بيعرضوا حياتهم للخطر بيودوا الناس على المطار بيصلوا يمكن ينصابوا يمكن لا بيعملها الخطنة مقابل مبلغ كبير يعني إذا قبل كنا نصل على المطار بستة دولار هلا بنقلونا بمئة وخمسين دولار حتى الآن أرمينيا هي كناية عن وطن روحي فقط لا أكثر ربما هي حميمة جدا ولكن لا شك أنها ما زالت غامضة بالنسبة لهم إنهم يحنون إلى حلب إلى شوارعهم ومدارسهم وكنائسهم ومكتباتهم وقد يستمر هذا الحنين لسنوات طويلة بعد اندلاع الحرب في سوريا وخلال السنتين انتقل حوالي 13 ألف أرمني من سوريا إلى أرمينيا نزحوا إلى الوطن لكي يستمروا بالكفاح من أجل حياة هانئة وليعيشوا بسلام وأولى المصاعب التي صادفتهم كانت إيجاد العمل أو الوظيفة وجدير بالذكر أن دولة أرمينيا التي تعاني من مشاكل كثيرة حتى قبل مجيء الأرمن السوريين لم تتخذ حتى اليوم خطوات عملية لحل هذه المشاكل ما عنا شغل عايشين مصارينا اللي مصمدينه إذا ضلت على هالحالة متل ما بقية راحوا نحن كمان بدنا نرجع لسوريا لحلب نحن ما جينا بإرادتنا على الأليلة لازم يساعدونا بتجمع بيجينا كتير مكالمات من السورية يسألونا شو عم بتساووا شو عم بتعاملوا معكم بتشجعونا لنجي كيف بتقابلكون البلد ما بحسين أشرح لون الوضع البلد كتير جاهز بتقابلنا بس ما عنده موارد إذا ما صار شغل كم شهر فينا نتحمل هذا اللي بشغلنا بالنا حتى لو بيضل عايش على شقفة الخبز باكلها بالوطن من أجل البدء بمشاريع عمل جديدة ساهمت الدولة الأرمانية في مساعدة أكثر من سلاسين شخصا من أرمان سوريا وذلك بمنحهم قروضا ميسرة وفق القوانين السائدة في البلاد ويتوجب على الآخرين الاعتماد على أنفسهم لإيجاد سبيل لحل مشاكلهم سوريا كمان كنا بنشتغل بالنسيج أبوي كان فاتح معمل من سنة عام 1967 بتأمل أني أضل هون وأتحسن أكثر في ناس من برة من أوروبا من أمريكا هنن كمان حابين يجو يفتحوا معامل هون هلأ ناطرين ليشوفوا كيف بدوا يمشي شغلنا مشان هنن كمان يجو نحن كتير رائدين إنه ما نعود نحتاج لبطائع مستوردة من برة كورمينك أشخدينك ماكس إن الزود سالب المعروف بالمعلم كوكو قدم نفسه في ياريفان بنفس الاسم بالإضافة إلى اسمه الشهير جلب معه السر تحطير أشهر الفطائر والمعجنات وهو حاليا يواصل هنا مذاولة مهنته بمساعدة ابنه بحلب كان في عنا محلين أنا كنت فاتح محل لحالي وبني لحاله كان ما دخولنا عشرة أضعاف اللي هون كان عنا كتير شغلي كنا بنشتغل بآلات حديثة هون شغلنا أصبح يدوي عنا خبرة عشرين سنة طبعا هيك أحسن من قاعدة البيت صحيح أنه هون ضرائب كتيرة بس مو أحسن من قاعدة البيت نازم نعتمد على الله وعلى سواعدنا لنفترض ساعدونا مرة ومرتين بعدين مين بده يعطينا مصاري؟ طبيعا أنه نستعمل كلمات عربية بسياق حكي هذا الشي طبيعي بس غالبا نحكي أرماني مثل ما أرمان بفرنسا بستعملوا كلمات فرنسية والأرمان بأرمينيا بستعملوا كلمات روسية نحن كمان نستعمل كلمات عربية مثلا كلمة يا الله معناتها وأرمان بستعملوا كلمة من ناحية الاستثمار بأرمينيا عم بتحسن عم بقولوا ما في شغل شوي شوي بتصير بس مو بسرعة شوف بصراحة أنا بشتاء كتير لبيتي حاطين عرق جبيننا هناك أنا كبراني هناك لما كنت هناك كنت بشتاء لأرمينيا ونصرت اشتاء لبيتي لمعارفي بسني كنا سنين عايشين بحنين لأرمينيا كان حلمنا نيجي على الوطن المحطة الثانية بعد الوطن الأم بالنسبة للأرمان السوريين النازحين كانت البلد الشقيق لبنان في بورج حمود أيضا كما كانت العادة في نور كيوغ يبدأون يومهم بسماع أخبار الوطن وفق المعطيات الرسمية فإن عدد الأرمان النازحين من سوريا إلى لبنان يفوق العشرة آلاف إن معظم الأرمان السوريين النازحين إلى لبنان قد استقروا في منطقة بورج حمود لسا ما كانت نبلش الحرب حمالنا حالنا وجينا جينا كل بالنا أنه رح نرجع كانت الصيفية تأزمت الوضع بسوريا ضلينا هون صارت سنة هكذا أصعب خلال اليوم تترك كل شي بيتك ومحلك وتطلع لبرة ما عم نقدر نقنع الولاد بدون ألعابهم بدون فرشتهم واندمجوا في الحياة الاجتماعية والتجارية الناشيطة أسسوا المطاعم وباشروا العمل في عدة مجالات بالأقص في تجارة الزيتون وأصبحوا جزءا من نسيج الحياة الاجتماعية هناك تدون النوادي الأرمانية وظهر علامهم إلى جانب الأعلام المعلقة على الشرفات أنا ما بحب هالبلد ضليت شهر بأرمينيا أنا بفضل عيش بأرمينيا بناتي لقوا شغل هون وضلوا أنا كمان اضطريت أجل عندهم غايتني الأساسية كانت الروحة لأرمينيا كنا منشوف إذا فيه هناك شغل أو لا غايتنا الأساسية كانت الروحة لأرمينيا كنا منشوف إذا فيه هناك شغل أو لا حتى هي المسألة مرتبطة بممتلكاتنا الموجودة بسوريا عندي كتير قريبين موجودين بأرمينيا مبسوطين بس ما عم بيلاقوا شغل المدخول قليل لما صار الوضع أسوأ نحن قررنا نروح لأرمينيا بس للأسف طرقات كانت مسكرة جينا لهون تور الأحاديث المتداولة مع المارة حول أرمينيا ومشاكلها وهمومها السلام السائد في هذا الملجأ المؤقت للسوريين هو سلام ظرفي وليس نهائي أصلاً لبنان كمان منه آمن أكتير غالبية الأرمن السوريين النازحين الهاربين من الحرب لم يتمكنوا من إغلاق أبواب بيوتهم بشكل نهائي بعد أن أصبحوا أسر الحرب المتواصلة بين الجيشين على الرغم من عدم انتهاء الحرب وانتشار الموت والدمار في جميع أنحاء سوريا إلا أن حلب ما زالت تعيش فالحياة مستمرة أنا شخصياً الفضل بيعود لجيراني كنا مثل عائلة وحدة ما كان فيه كهرباء كنا منجتمع ببيت واحد نتعش سوا الحمد لله ما حسنا حالنا عايشين بفترة حرب عنا صعوبة بالعيشة بقطع المي ما في أمان بس نحن بنحاول نتقدم ونكمل حياتنا مرحبا يا جيران أهلا وسهلا فيكم من واجبنا نحافظ على قوميتنا واجبنا نضل هون ونحن قررنا نبقى نضل بها البناي لأننا منحس حالنا مرتاحين ومبسوطين مع جيران الشباب بيحرسونا إذا حدا يحتاج للشغل هن بيلبوا إذا اشتعل حريق بيطفوا هالخدمة اللي عم بيعملوها بينقلوا المرضى ما لازم تنتسى طول الليل بيحرسونا بيحرسوا المرضى الكنيسة بالفترة الأولى كانت بالضلة فاضية الناس اللي بيجوها ألال كتير بس هلأ صارت العالم تروح على الكنيسة الحمد لله في هذه المدينة من السعب تصديق ما تراه العين فأن الأطفال يرتدون المدارس متجاهلين الأخطار المحتقى بهم ينشأ جيل كامل من أطفال الأرمن في زل الحرب وهم يعانون من القلق والخوف لكن تعلو وجوههم ابتسامة الطفولة وحب الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ياريفان عاصمة الأرمينيا أرمينيا وطننا العزيز هي الساحة الرئيسية لأرمينيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ياريفانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عظيمي مدينتنا الشعب لساته ما عم يتقبلنا من طريقة تصريحة شعرنا ووقفتنا ما في شغل الكل عم يدورو بس منيحة هون بس في مشكلة الشغل هالسنه لازم اتسجل بالجامعة نشوف وين بدنا نستقر نحن بدنا نعمر ارمينيا وسوريا كمان بالنهاية هي وطننا ليس بعيدا عن العاصمة ييريفان وفي مدينة اشترك نشأ شارع جديد يدعى نور هالب ربما في هذه المنطقة النائية الغير جذابة سيسبع شارع حلب الجديدة عامرا بالمباني السكنية المريحة رمز لحياة جديدة وستتعمق لدى الحلبيين فكرة الاستقرار في الوطن بس ما يعمروا البناي بعمروا مدرسة كمان بتصير تماما بالنهاية هي وطننا طبعا بس ما يعمروا المباني وبيعمروا المدرس كمان بتصير تماما قالوا لنا انو كتير منيحة شارع جديد طبيعة حلوة اذا صار عنا هون بيت يا سارو بيصير حديقة كمان ورح يلزمنا السيارة لانو بتبعط عن ييريفان بربع ساعة اذا بيعملوا جاراج كمان بيصير كتير منيح نحن ما بدنا فخامة بس بدنا نقدر نعيش بشكل عادي في كتير اغنية هلا اجهون وضعون صفر ولأول مرة في تاريخ ما بعد الاتحاد السوفيتي وبعد عشرين عاما على الاستقلال يعود ارمن الشتات الى حدن الوطن يرجع الاف الارمن السوريين اليوم الى الوطن ربما مجبارين لتجنب اوضاع الحرب وايجاد ملاذ آمن لهم ويبقى السؤال هل سيأتي يوم سيشعر فيه ارمن سوريا انهم من اصحاب هذه الارد وان ارمينيا ببيوتها وشوارعها ومدنها هي ملك لهم ايضا كيف سنتعامل نحن مع اشقائنا الارمن موسيقى عمرنا حلب مرة بارادتنا من عمر ارمينيا كمان موسيقى 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 موسيقى